انا هقول لك قصة لسه حكيها في برنامج قريب ولما حكيتها الناس الترياؤوا عليها انا هقول لك قصة دي تاني ليه لاني لما حكيتها الناس الترياؤوا عليها وقالوا ان انا فشارة فانا هحكيها تاني ماشي هحكيها تاني وكل ما تبتريوا عليها وتقولوا عليها كدبها هحكيها مش هنحكي غيرها دقا عشان انا بحكي قصة حقيقية اكسم بالله بص اللي حصل الاغنية بتاعت بنت ابوي سمعتها الصلاح هسمعها بازم تسمعها يا عباية بتعرف بتغنيها انا يوسري هي كانت وقتها صوت جديد وكانت يعني اكتشف ايهاب عبدالوحد هو اللي دلنا على الاختيار اللي كان حلو جدا الحقيقة وقتها بس خليني احكي لك كوالسها الاول من قد ايه الاول القصة دي يعني حصل الاغنية بقالها شهور دلوقت اه برضو حديثة اه 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 كانت على فكرة الاغنية بتاعت نسلسل موضوع عائلي المشهد الاخير مع ماجد الكدواني في الفرح ايه اغنية من بنت الابوها بنت ابوي يا اسمع طيب طيب كلمه كتير ايه من المشهد ده كان خطير وخرافي صحيح كده اه 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 ثمان سنين والله العظيم نعم ثمان سنين انا بحاول اقوم الاغنية دي على رجليه تمانية سبعة يعني فاهم قصدي انا بكلمها بجد تقوميها يعني تطلع تطلع للوجود ولا تقوميها يعني ان انت خلاصي اه اه كل حاجة خدت سنتين ثلاثة اولا الكلام عشان يطلع انا عايزة اعمل اغنية عن الابو اسمها بنت ابوي خلاص انا عارفها كده وده مفهوم جدا بالنسباني عشان انا عارف علاقتك الرهيبة مع والدك بالزبط طبعا اه لما جيت اعمل اغنية لامي عارفت اكتبها بسهولة جدا ليه عشان اخترت اكتر طريق التعبير انا بعرف اكتب بيها الشعبي انا لو عبرت عن اي حاجة بالشعبي هيتطلع عندي كلام جميل اقل حاجة بعرف اعبر بيها ايه الرومانسي ما فيش حتى لحد النهاردة تلاقيني اديك في الغزيلة يا رايقا واليوم الحلو ده واختيارتي مدمرة حياتي وغلبين وكذا 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 اجي بقى اكتب لحن رومانسية وكده شيء محرق يعني بتطلع طبعا في الاخر وبتطلع صدقة بس بقى 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 روك حاجة اجلها بس اسمها حدش مفيش فنين هيبقى بيكتب كل جنر متمكن في جميع اه انا التاني يمكن عشان انا شخص عمتا في مشاعري طريق التعبيري بتبقى بالتحكم وبالهزار وبالدوشة وبالكده فده بيجي بشكل عفوي اكتر ولو هكلمك عن في الحقيقة عن مشاعري الحقيقة او عن شيء مؤلم او شيء يعني حزين او او رومانسي او كده حواجه صعوبة شوية عشان انا اصلا اقولك انا حاسة بايه فده بيتعاكس طبعا او في الكتابة عشان لو عايزة اكتب صدق بصدق لو عايزة اكتب عينيكي وقديكي ورموشك وكده هتطلع عايزة بسهولة بس انا مش عايزة اقول كده فالحقيقة ان اغنيت بنت ابويا كتبت بنت ابون وركانت سنة مفيش حاجة وانا مش عايزة ازق الموضوع خرص بس هموت وعمل اغنية عن الاب هموت جيت بعد كده كان في عاد مرد بابايا رحت حطة صورة وهو شايلني وانا بيبي انا نسخة منه يعني بالذات وانا طفلة قيعي لا 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 اياها بقى ورينك مانا استعملها ماني مي كده صغيرة وحتى كانو شعري فام فالفل كده وعملو شابه بابي جده خرص فكتبت بيقولولي اني شبهك اما كل الناس بتقولي اني شبهك فنزلت بوست صورة نظيف عيد ملادو كتبت بيقولولي اني شبهك في المشاعر والكلام لما بتركز فيه الشك وما تعبر باهتمام بيقولولي بنت ابوكي او يا بختي يا سلام حلو دول الكلمتين اللي كتبتهم كمعايدة مني لابويا في عيد ملادو واعد عليهم بقى ايه سنة كمين ما بتجيش سنة بتشتغلي على حاجات تانية اه اه كل ما حاول عود كده عندي سؤال عشان دي حاجة برضو شخصية ممكن لما حاجة تعصلك معاكي وتبدل ما بيحصل لجيش حالة باليأس تقولي يبقى قديمش دي فكرة غلط او لا بيحصل بيحصل ولا بتفسلي بتفسلي عن بتقولي انا انا المتحكمة مش احتاجة دلوقتي بحاول لأ بص يعني ما هو دي لو حاجة مطلوبة مني اغنية فيلم او بتاع بقى بانك طبعا انما لو حاجة زي بنت ابوية دي حاجة اسمه passion project يعني اه حاجة انا نفسي انا عملها او كده مش بضغط على نفسي خلاص ومتعب ما عملها وانت مرتاحة جدا مجاش وقتها خلاص هتطلع صح هتيجي يمكن محتاجة حد يزقيني كلحنة حد يزقيني كمزيكة صديقي يزقيني ككذا هتيجي اه بس لما بتطلب مني بقى يبقى عندي اعلان مثلا ومش عارف لا بكتائب بكتائب ممكن اعود عائط لصحابي يعني عادي تعالي نكمل القصة او او القصة بتاعدي او بقى يعني المدد صحي ماشي لحد ما فيه يوم كده بالليل اه ابويا رجع بالليل متأخر فبيفتح الباب ابويا ليه صوت خطوة يعني خطوته بتسمع تسمع صوت ومميزة جعلتها او اه فكتبت صوت رنة المفتاح في الباب ساعة تم توصل ومكلمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل هو دايما في نص اليوم يكلمني يقول لي ايه الاخبار الشغلة اخباره ايه عاملة ايه والزعيق من وراء قلبك لما صالحك وانت تتقل ابويا عصبي بيزعق كتير قوي بس فيوح فاهم قصدي بس اطيب يعني في النص كده انت بس تقوله خلاص حقك خلاص ما حصلش حاجة وحضنك اللي بنسى قابله انا ليه كنت بازع رأيك اللي كله حكمة وصوتك حفزته كل موقف زعلني يوم وبعدين فهمته انت اللي انا رفع راسي من وراء اسمه وصيرته بنت ابويا وقايا بختي بكل يوم وياك انا عيشته الله اتقرت ليه لانه في لحظة خلاص هو ربنا الهمني في اللحظة دي احكي الحكاية انت لسه انت عشان انا قاعدة وعملت دوري على معيني رومانسية احكي البحث والمعافرة هي سعبت وعدو الفنان عدو احكي انت اصلا عايزة تكتبي ليه اغنية عن الاب عشان المواقف دي من اول صوت رنت المفتاح اللي هي معاها الشعور بالامان لأي حد ابوه في الدنيا لغاية بقى الحاجات التفاصيل اللي عبيتها زي تليفون في نصف اليوم اشتركوا في القناة